ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت كبد وقوانص الدجاج؟ الكثير من الناس بدأوا بالاتجاه إلى شراء كبد وقوانص الدجاج وذلك بعد ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم كما أنها تعتبر من الأكلات المحببة لكثير من الناس اليوم نخبركم بتلك المفاجآت التي تحدث في جسمكم بعد أكل الكبد والقوانص أولاً كبد الدجاج كبد الدجاج يزود الجسم بأكثر من ثلاثة أضعاف احتياجاته اليومية من فيتامين B12 والذي يعد أحد الفيتامينات الرئيسة التي تساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء يحتوي كبد الدجاج على فيتامين ألف الذي يعمل على تحصين وتقوية النظر والرؤية الجيدة يوجد في كبد الدجاج حمض الفليك الذي يقو الخصوبة ويساعد على منع العيوب الخلقية للأجنة الكبد مفيد للأسنان واللثة والعظام فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من الفسفور الذي يساهم في بنائها يحتوي أيضاً على فيتامين B1 وهو فيتامين أساسي يعمل على تجديد أنسجة وخلايا الجسم والجلد ونقصه في الجسم يحدث حرقاناً حول الفم واللسان ثانياً قوانص الدجاج قبل ذكر الفوائد ننوه أنه من الضروري قبل طهي القوانص القيام بتنظيفها وإزالة الدهون منها وغزلها بالملح والليمون ثم الطحين ثم القيام بنقعها مدة ثلاثين دقيقة في ماء فيه خل وليمون وملح أما الفوائد فهي تعد مصدراً غنياً بالحديد الذي له فعالية كبيرة في علاج فقر الدم إضافة أنها تحتوي على الماغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والفسفور هي منشط قوي للذاكرة وتقوي وتحسن الوظائف العصبية وتعزز وظائف المخ المختلفة في الفهم والاستيعاب تحسن عملية الهضم لاحتوائها على الألياف الغذائية نسبة الدهون بها قليلة جداً فهي وجبة مناسبة للذين يتبعون أنظمة تخصيص لإنقاص وزنهم